الاجهاد الاجهاد بيسبب عدم عدم سباة المشتوى طب تقول لي ازاي يا كابتن طب ما هم اللعيب بينزل يلعب اولا انا عايز بس افهمكم حاجة الاجهاد مش لازم يكون اجهاد بدني خالص ممكن يكون اجهاد عصبي وبيأثر بشكل مباشر على الناحية البدنية بمعنى ايه بمعنى ان انت ممكن تبقى ساعات واحد يقولك انا اجزوستي جدا او يعني يعني تعبان جدا مش عارف انا مالي انا ادائي مش مصبوط هنا اللعيب ده محتاج يفصل طيب هتقول لي يا كابتن طب ايه دليلك قال ليه دليل دليل هو منتخب مصر النهاردة الفرقك لما كانت خلصت بطولة الدوري او السوبر بمشواره الطويل مع الفريق يعني النهاردة عندك اهاب امين عمر طارق عمر الجندي عمر زهران كريم حاتم انا بجيب لكم الاسامي اللي كانت سيف سمير معه سيف كان في المنتخب عبدالله ناصر كل دول كل دول كانوا في المنتخب قال ليكملوا في الاخر كانوا ستة او خمسة في المعسكر برضو نابوا من الحب جانب يعني قاعد معسكر فالنهاردة اللعيبة وجدت نظر المتوضعة اللي انا شايف ان دي السبب الاهم انت النهاردة ما فصلتش خلصت دوري سوبر دخلت على السعادات كاس العالم وكل مرحلة انت مضغوط عايز تجيب اخرك يعني مستر روي رانا في مدير فن الكندي في منتخب مصر عايز احسن نتيجة فده عايز على اللعيبة برضو في البطولة الدوري والسوبر وكاس مصر والبطولة دي كلها برضو انت لعيب عايز تجيب اخرك يعني ما انتش داخل بطولة انت قادرك بتلعب في النادي الاهل فيه فيه لعيبة في المنتخب خرجوا من بطولة السوبر بدري فعندهم كان شهر او شهر ونص راح انما انت النهاردة عشان قادرك بتلعب في النادي الاهل فانت وعلى فكرة ده قادر كل الالعاب فورة القدم واليد وكل كل والطيرة فانت النهاردة مطلوب منك تدي فول باور مع المنتخب فول باور بطولة العالم الانديها فول باور بطولة العربية فول باور لا 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 مش لاقي بها يستحمل كده حتى لو استحمله بدنيا فانت عصبيا ونفسيا ده جهاز يعني عصبي ونفسي بتبقى اجهد بتلاقي ادائك مختلف يعني تلاقي نفسك انت كويس انا ما عنديش اصابة انا نايم كويس وصحي كويس بس لازم تفصل ما كانش يخلي لعيب اكبار جدا اللعيب تقول القدم في اوروبا شهر جروح يقضع البحر ما بين المواسم لازم افصل النهاردة لو كان لعيب السربي ما لعبش مع منتخب بلاد وكاس عالم قالك لا 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 انا لازم افصل فانا رأيي المتواضع ان لازم لعيبة ترتاح لازم تقول للعيب كان زمان دكتور عدد صبر الله ارحمه كان المدير الفني المنتخب مصر ونادي الجزيرة وده الراجل كان يعني كبير كدا يعني علامة كان مثلا نديلي وفي المنتخب يقول لي تعالى هيسم روح قل له يا دكتور انا مشتكتش كان هو عنده احساس عالي جدا باللعيب وده عمل جزاك كبيرة دكتور عدد صبر يعني نخش ونقرأ نشوف عمل ايه كان يقول لي لا روح روح ما تجيش ما تبصه ما تشوفش الكرة عشر تيام يا دكتور انا كويس انا مشتكتش هيسم روح ليه لانه هو شايف حس ان اللعيب اداءه مش مزبوط بترجع بعد العشر تيام دول بتاكل الارض فالنهاردة اللعيبة مجهدة اللعيبة لازم تريح النهاردة المرتبط انا وجدت نظري ان شاء الله تلعب بالعشرين سنة انا وجدت نظري يعني واكيد مستر اجوستي بوش شايف ده ورصده وعرفه وحاسس به لان انت يعني اللعيبة جايب اخرها وانت عندك الحمد لله اقوى لا اقوى نادي في مصر فلازم اللعيبة تفصل تاخدها بعيد خالص عشان تنزل الكرف بنفسك عشان وقت المتشاط تعليه ده وجد نظري المتوضع ان الفرقة هي هي والاداء هو هو بس محتاجين يريح واكيد مستر اجوستي بوش وعلى فكرة انا برضو كواليس عايز اقول لكم ان النقاش دار كمان عن امور تخص الناشئين بمعنى انه مستر اجوستي بوش من مدرسته عدم الاستعانة بلعيبة او شراء لعيبة اللي لما تكونها تعمل فرقة فالنهار ده اقطع الناشئين لي طلبات ولي متطلبات ومستر اجوستي بوش انا عرفت ان في الاجتماع عراض على كابتن محمود الخطيب وبالطبع طبعا النادي بيوفر لاي مسؤول في النادي كل سبل النجاح حاجة تانية ممكن يكون دار شوية كلام عن المحترفين والاستعانة بيهم وكيفية اختيارهم كل ده ممكن يكون اتطرقوا ليه في الاجتماع ولكن الهدف النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب مجلس دارته مركز كويس جدا مع الفرقة اي فرقة بيحس ان فيه اهتزاز بيقعد ايه الدنيا الوضع فالنادي الاهلي مركز كويس جدا فالناس تتطمنوا الجمهور يتطمن ان اي حاجة محتاجة تدخل وتصحيح مصار في ثانية بتحصل في النادي الاهلي ما بينستناش في النادي الاهلي ان الموضوع يغمق شوية او يزيد عشان يبتدي فيه اصلاح والحقيقة دي حاجة لازم تشكر عليها مجلس دارة النادي الاهلي الحقيقة انه ما بيفرقش ما بين كرة القدم وكل الالعاب وهو ده النادي الاهلي هنروح لكرة السلة سيدات بيلعبوا دوري المرتبط دوري المرتبط فبتلعب دورتين مجمعتين على فكرة كرة السلة نفس البطولات بنفس شكل المسابقات ما تغيرش بقاله سنين بنبتدي بدور المرتبط بناخد ثمن فرق منهم نطلع بيهم دوري السوبر نلعب رايح جاي نترتب من واحد لتاهم نلعب بلي اوف بس نصيحة يعني لجنة المسابقات في اتحاد السلة لازم نظرة لتغيير شكل المسابقات لازم نظرة لتغيير شكل المسابقات لان البلي اوف مش دايما هو اللي هيفيدك بس خلينا واحدة واحدة انا قاسب بس هتطرق لحاجة تانية عشان نتكلم عن دورتين المجمعتين بتوقع المرتبط بتوقع السيدات عشان هما سبقلنا بخطوة عشان ما كانش عندهم بطولة عربية النهاردة تصفيات كأس العالم اللي دايما انت بتعمل ادابة نفسك او بتعدل نفسك او نظام مسابقاتك على نظام افريقيا النهاردة افريقيا كانت زمان بتتلاقب بطولة افريقيا ويتأهل منها النهاردة بتعمل شكا بتعمل ويندوز بيبقى اربع فرق بيتجمعوا البلد يلعبوا تلات ماشرات واربعة روح نتجمع بعد تلات شهور ويندو تانية نلعب تلات مباريات روح النهاردة بقى شكل دورة مجمعة من تلات مباريات او اربعة واربعة فالنهاردة البلي اوف ممكن ما يكونش بي ناسبك اللي ناسبك تعمل دورة مجمعة ترجع للنظام القديم او ايه المشكلة النظام القديم اللي كان دورة مجمعة نعمل ايولك دورة مجمعة في اسكندرية دورة مجمعة في اسوان ولفنا مصر كلها كنا بنعمل دورات مجمعة في اسوان واسوان ولمانيا كان كل سنة بتغير دورة مجمعة بتروح تلعب تلات اربعة مباريات نفس السيستم اللي هتقابله في افريقيا لعبتك بيتمرنه في مصر انه بلعبوا ثلاث مباراة جامدين وراء بعض وده اللي بيحصل فالنهار ده لازم نظرة لتغيير نظام المسابقات في مصر مش لازم نفشل عشان بعكده نبص النهار ده كرة اليد كرة الطائرة ابطال افريقيا متأهلين الولمبياد ليه في شغل في سنة اتغير نظام شكل للمسابقة كان الاهل والزمالي بيلعبوا بعض مباراة تين في السنة مباراة في الدور الاول ومباراة في الدور التاني ودمتم ولو في مباراة في كاس مصر يبقى شكرا يعني كده الموضوع زاد وغط النهار ده الاهل والزمالي بيلعبوا بعض عشر مرات وتسعة مرات وثمان مرات في الموس النهار ده بتلعب بتروجيت ممكن اربع خمس مرات فالنهار ده لما شكل المسابقة اختلف فريق الطائرة بقى في حتة تانية مع جهاز فني كويس في المنتخد فالنهار ده كرة السلة محتاجة نظرة في جدول المباراة طبعا المباراة البحرين اللي جاي بتاعت الرجال اللي ها سوبر ده كويس نهار ده بتفكر انت تعلي قيمة الدور بتاعك تسوئيا ومباراة اهل وزمالك وما ادراكوا مجمهور النادي الاهل في الخليج فالنهار ده انت بتعلي قيمة تسوئية تمام تعظيم سلام ولكن شكل المسابقة لازم يتغير فالمرتبط بتاع السيدات بيبتدي والرجال كده هتلعب ست مباراة دورة مجمعة من اربع فرق وما ستاشر فريق بيتقسموا اربع مجموعة كل مجموعة من دول بتعمل دورتين مجمعتين رايح وجاي مجموعة الاهل كات مين